بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين أرحبك عزي الطالب في الجلسة التربية الرابعة والتي هي بعنوان المدخل إلى مهارات البحث العلمي في هذه الجلسة سوف أتعرف على مفهوم البحث العلمي والاستخلاص أهمية البحث العلمي والتعرف على الاعتبارات الأولية لاختيار موضوع البحث وبماذا تمتاز أدوات البحث وتطبيق أدوات البحث العلمي في دراستك الجمعية مفهوم البحث العلمي وأدواته سوف نتعرف على مفهوم البحث العلمي، أهمية البحث العلمي، الاعتبارات الأولية لاختيار موضوع البحث وأدوات البحث العلمي يعرف مفهوم البحث العلمي بأنه جهد منظم يقوم به الفرد الباحث من أجل تقصي الحقائق في مسألة معينة موضوع البحث باتباع طريقة علمية منظمة منهج البحث للوصول إلى حلول مناسبة للعلاج أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكلة المتمثلة قتائج البحث جوهر البحث العلمي أن الباحث لدي أسئلة دقيقة محددة يحاول إجابة عنها إجابة علمية صحيحة ووسلته بصادر المعرفة المختلفة المناسبة للموضوع محتمدا على ما سبق إنتاجه من معرفة مستخدم ما يساعده للوصول إلى إجابة من أدوات البحث من اختبارات والسيبانات والتجارب علمية أو أدوات أخرى من أدوات البحث العلمي أهمية البحث العلمي تكمن أهمية البحث العلمي في التغلب على الصعوبات التي قد يواجه الإنسان تفسير الظواهر الطبيعية والتنبوة بها تقصي الحقائق التي يستفيد منها الإنسان في التغلب على مشكلاته حل المشكلات الاقتصادية والصحية والعلمية والتربية النفسية والاجتماعية والسياسية وغيرها ميدان خصب ودعام أساسية للاقتصاد الدول لتطورها وتحقيق رفاهية شعوبها أن الطالب الذي يقوم بإجراء البحث العلمي دائما يحصلون على السعاب وتركيز وعمق في الفهم أكثر من أولئك الذين لا يهتمون في هذا الجانب يفتح المجال للطالب في اكتشاف المعرفة وهذا أمر أفضل بكثير من تلقينها وأخيرا تحقيق الرفاهية في شتى مجالات الحياة الاعتبارات الأولية اختيار موضوع البحث أولا أن تتوفر لديك الاهتمامات الشخصية بالموضوع الذي تختاره فالموضوع الذي يتكرر وروده في ذهنك أعطيه ثماما أكبر ثانيا يجب أن يكون الموضوع مهما وواضحا وحديثا ويفضل أن يضيف شيئا إلى ما سبق دراسته ثالثا معرفة ما يحتاجه الموضوع من وقت لكي ينجز رابعا يجب مراعاة الجوانب الخلاقية في كتابة البحث خامسا التأكد من توفر المراجع المتعلقة بموضوع البحث سادسا قراءة المعلومات التي تعتقد أنها مفيدة في الموضوع وذلك بالرجوع إلى المنسوعات والكتب والدوريات والمواقع الإلكترونية أدوات البحث العلمي من أدوات البحث العلمي الملاحظة المقابلة الاستبانة الاختبارات المراجع والوثائق أولا الملاحظة وتعظف المراحظة بأنها توجيه الانتباه والحواس والعقل إلى الظواهر والوقاع المقصودة لإدراك ما بينهم العلاقات وروابط وهي تعتبر أنسب أداة في البحث العلمي لدراسة السلوكيات والانفعالات من مزايا الملاحظة أن أتمكن الباحث من جمع حقائق عن السلوك في وقت حدوثه كالنشاط الصفي والمواسط للنشاط الرياضي والعلاقات الشخصية مع الآخرين تبتعد الملاحظة بشكل كبير عن التحيز والميول والأهواة الذاتية في نقل وتدوين الملاحظات لا تتطلب جهدا كبيرا تبدل من قبل المجموعة التي تجرى الملاحظة عليها مقارة بطرق جمع المعلومات الأخرى تعد أفضل طريقة مباشرة لدراسة الانواع متعددة من الظواهر فهناك جوانب للصرفات الإنسانية لا يمكن دراستها إلا بهذه المسيلة تنقسم أنواع الملاحظة لقسمين على أساس وجود أداة ملاحظة معدة مسبقا وعلى أساس دور الباحث في إجراء الملاحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يقوم بها الباحث مع فرد أو مجموعة أفراد ممن تجرى عليهم الدراسة بهدف جمع المعلومات حول الظاهر المدروسة من مزايا المقابلة أفضل أداة لاختيار وتقويم الصفات الشخصية ثانيا تزويد الباحث بمعلومات إضافية تدعم المعلومات التي جمعها بأدوات أخرى ثالثا ذات فائدة كبيرة التشخيص ومعارش المشاكل الإنسانية رابعا الأداة الأنسب لجامل المعلومات والبيانات من الأفراد الأميين ومع الأفراد اللي يصعب استجابتهم للملاحظة والاستبانة أخيرا ذات فائدة كبيرة في المجالات النفسية والاستشارية والتربوي والاجتماعية من أنواع المقابلة المغلقة وهذا تكون أسئلتها إجابة دقيقة محددة بنعم أو لا أو وافق أو وافق أو أيد أو لا وتمتاز بسهولة تصنيف البيانات وتحليلها إحصائيا النوع الآخر المفتوحة وتتضلب أسئلتها إجابة غير محددة وتمتاز بغزارة البيانات ولكن يصعب تصنيف إجاباتها أخيرا مغلقة مفتوحة وتكون أسئلتها منزوجة بين النوعين السابقين الاستبانة وتعظف الاستبانة هنا أداة لجميع البيانات المتعلقة بالموضوع البحث محددة عن طريق استمارة يجرى تعبئتها من قبل المستجيبين مزايل استبانة من المزايل الاستبانة أنها أكثر موضوعية وتساعدنا في الحصول على المعلومات من أفراد يتباعدون جغرافيا وكذلك تساعدنا في الحصول على المعلومات من أفراد يكثرون في العدد أنواع الاستبانة مغلقة وتكون إجاباتها محددة بنعم أو لا أو صح أو خطأ أو وافق أو لا وافق ومفتوحة وتطلع فقرات إجابة غير محددة وتكون فراغات يملؤها للمستجيب وأخيرا مغلقة مفتوحة وهي جمع بين النوعين السابقين وهذا نموذج للاستبانة في الختام نشكرك عزيزي الطالب على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة